السلام عليكم ومرحبا بكم حبوباتي نتمنى كامل تكونوا بخير مع هذا الفيديو اللي جبت لكم اليوم كما عودتكم دي ما نبدأ وكلها من أبو الصلاة على الحبيب صلى الله عليه وسلم اليوم حبوباتي رح نشارك معكم روتيني بعد الغبار يعني ذاك الغبار اللي دار حالة مكاش واحدة ما عودتش الميناج مورا يعني شوفوا لبنات انا من اللي طاحة ذاك الغبار انا كل يوم نحاول ان نقيق شوية كما لاشان بغمت واسخة ليش بزاف مي الكوزي مي الكوزينا والدوش ما نحكي لكمش يعني عود كامل الميناج المهم حبوباتي وما محبيت نشارك الروتين تاعمة واحد الاخت قلت لي اسيا قولي لي كيفاش ركي تديري مع وليدك يعني ركي تربيه كيفاش ركي تقضي شغالاتك وكامل شوفوا لبنات التربية تعصح تشد الوقت يعني سيرتوا ليكون ولدها ولا بنتها اصعيبة مع اللي هي خلت لي كومنتي قلت لي اسيا بنتي من نوعية اللي تبكي بزاف وكنت سيب دي ما نرفضها انا ثاني كوليدي كما يحب الرفود يحب الهادرة ومام النوم التهو صعيب يعني كي يحب يرقود ولا لازم على الاقل نصاحة وانا رفدته بش يرقود لي يعني رانا كامل كيف كيف بساحة الواحدة اتنظم وقتها وثانيك البنات ما قولكمش انا النوض بكري من قبل البلك كنت خطرت نوضع ثمانية ثمانية ونص دكاري نوضع تسعة تسعة ومص ما نقضش النوض معلي نص هارو كامل مي لبنات الفيضة مشي كنت نوضي بكي الفيضة كنت نظمي وقتك المهم حبوباتي كي ما كنت شوفوا سنشاهد معكم اليوم روتين ببساطة كي ما تحبوا الروتينات التوعي بينسيغ لبنات نط نقيت شوية غير صالد البعن كافوتة لتسياقة خفيفة اغسلت وجهي بينسيغ ارحت السقهويت كي ما كنت شوفوا اللي هنا من بعد لبنات الحاجة اللي راني انسبق بيها هي الفطور تعوليدي يعني انطيب له خضرة ولا فاكية ولا كل نار وش كتب ربي كما كنت شوفو هنا اجبط هذوك الحبيبات التفاح بذيت انقشر فيهم يعني راح ندلو لغضاء ندلو مشروب التفاح ويمكنين على اصير تفاح مع الروز يعني كل خطرات ووش مرة ندلو بطاطا زرودية مرة تندلو الروز مع ازبيب مرة تندلو مشروب التمر يعني كل نهار وبركته كما كنت شوفو هنا يرجع انقشر هذو التفاحات نقطعهم بهذي الطريقة وندلهم في كسرناء وندلهم الماء وندلهم يطيبو هي صح من الأحسن اللي بنات التفاور وخضرة ولا الفاكية ما أنا بالنسبة للتفاح يعني رايح هنديرولو سائل بزاف مانش رايح هنديرولو ناشف يعني ذو كاكين كملوا رايح هنوريها لكم المهم حبوباتي كما كم تشوفوا سبقت بوليدي انتو ما إذا عندكم أولادكم يخرجوا عفناش ولا ليقرا ولا الحاجة لولا اللي تسبقي بها سيرتو إذا ما نطيش بكري سبقي بالفطار تاعك هو الأول أنا هنا سبقت بفطار وليدي هو الأول المهم حبوباتي قدرت التفاح ذكي طيب مام قدرت الكامياء قليلة تعال روزة طيب يعني ما ندلو ني ملح نيوان وندلو غي شوية زيت الزيتون من بعد الهنا البنات وليت للمماعان بديت نفرز في المماعان اللي خليتهم البارح يعني في السلة كي غسلتهم خليتهم في السلة غطيتهم غير بتوخشون هنا بديت نفرز فيهم كل حاجة رجعتها البلاستها ووليت نغسل هنا في المماعان غير تاع القهوة الوقت اللي ره رقد فيه أوليدين بروفيتي أنها كنخص الأم يعناتي يعني ديما البنات كي تشوفوا أولادكم رقدوه حاولوا هذا الوقت بروفيتيو أقضوا إشغالاتكم والأسوال حكم تاع الكوزينة ولي حب وولدها أجماعا نورمال مانيش عارفة لما في كوفيرتا وديري عندك في الكوزينة ولا هكا باش متخليهش واحده بسكول لبناتك كي يمتعون بزاف اللي بي بي اللي تتبههم متحلقين بالأمهات يعني يكونوا يسيب ديما الأم التاعوا معاه لا يجديري معك في الكوزينة ولا لا وشركي تقضي اها معك يعني أنا والله لمرات كي ما هكا البلاستة اللي نروح لها خطرات اللي نديره في الكورسي يتعلطه في تكسياج اوتو ونوالي وين ما نروح اندي معايا يعني لو رحت الكوزينة راه معايا ولا نروح لاشامبغتاعي راه معايا اللي الغالب هذي هي التربية المهم حابوباتي كما كنتم تشوفو اهنا عراني معاها هذوك الميعنات التاع القهوة يعني ما همش بزافي غير زوج اللي يشوف معاها التبسي هذك اللي قطعت فيه التفاح هو السنيئة هذا ما كان تقولوا لي اسيا على وشك تضيعي في الماء شوفوا البناتكي يكون ما عنديش بزاف الماعني يعني ما نديرش كامل باسينة ندير غير هكا نقص كامل في السبالة ونغس الماعني بالخف فصوة غير من الأفات ستطيعي حتى يتخلوه قهوة زوجه لا تشوفون اه، الزوجه لا يشرب من قهوة يعني يشرب غير الحليب نفيضوه في الليل جهة قطة خطرات أن نقونا نصلي الفجر لانترقود بشيء يقعد معه ما خطراتق نعنى ننقونا على الماء إضافة هذي زوجها لا يشرب م هو ليست قهوة ادي لغة الحليب اديان ونوجده كامل صور حوض ومذك وغير يسخن في الميكرو اند ويسق قهوة يعني هو ثانيك حاسن لي عوني مهوش منه عياد وكتعلي لازم تنوضيه طيب بلي قهوة وكامل حاسن عوني سيختوء مع التربية المهم حبوباتي قدتكم عني غير مع هذا الروتين وميناج الغبار يعني أنا اللي يمثلي كان فيهم الغبار هذا تخواجه كتوين ميطر بالغبار مع الأشياء كامل ونفوض سياقة ونفوض تشفيفة هكا كنت نقص على رحوتكم لاشانبغ ما تخليش فيها بزاف كما اصال دوبان ولا الكوزينة هما اللي كانوا تغبروا لي بزاف يعني كما اصال دوبان نقيت الكوزينة درتها كتوخ شو مباركة شمختها وحاولت كامل انفوت بفوت على ليزيلي ما انفوت على هذو كليزتاج اغلاني ديتهم تاعزداج حاولت الماء اللي تغبروا نغسلهم ما هنا البنات كما كم تشوفوا هذي طابلة عقجورة ثانية كوتفوت لها كامل مسحة اذا حبيتو دياركم يبقى وانقيين ولا كوزينتكم ديما اديروا هذا الروتين يعني الصباح كي تدخلي الكوزينتها غير تسقى ويتقسلين معنك فوتي كامل بتخشو على اليمون على الفخيجي داغ من بره من الداخل غير بتخشو يعني غير تقدي بره مشي تاع تحكي وكامل هكا الدنيتك تبقى دايما انقيي ولك وسيرت الكوزينة مع لافا بغو دسم هي اللي تتوسخ بزه انا نحاول ديما امدير هذا الروتين باش يبقى وكامل اسوار حي امقيين المهم حبوباتي نقيت هذيك الطابلة عقجورة عاوت ستفت كامل اما عني اللي فوقها ولنقول لكم بلاسة اللي نديرتها سبيسيال تح القهوة وليت لهذا الكورسي ثاني كفوت عليه كامل مسحة وشوفوا البنات اهنا هذيك البلاسة اللي نديرتها سبيسيال تح القهوة كي جات بزيف شابة وما هنا فوتها كامل مسحة يعني هكا باش ديما تبقى لي امقية المهم حبوباتي مان فوت مسحة البوتاجي او كامل الوقت اللي كملت فيه مع الكوزينة كان نظوليدي كانت مازالت لي بارك تسياقه وتلاولوية للبيبي التاعي المهم حبوباتي اهنا هاشاك معاكم اروتيني الصباحي محبيين سيوع غير ينوض لبنات اه المهم حبوباتي بعد ما بتدسلو كامل جبتو هنا لعشان بغتساعو كما كنتوفو شعلت له هاتك جو دمياغ ويقعد غير يشوفهم تاع الصح يخليني نقضي كامل اسوال حي المهم حبوباتي ربي يحفظو وربي يخلي لكم كامل اولاداتكم وربي كامل يحفظهم المهم حبوباتي كما كنتوفو هنا اه خليتو في هاذاك البنك وشعلت له جو دمياغ وهنا لبنات اوليد لفكوزينة يعني قلت نبخوا فيتي بسكو هوا عنده كينوض اه يا ربي يزيد واحدة لعشرين دقيقة ولا يعاودي ولي يرقود وما يطول في رقاد وكينوض لازم يصيب ماكل تواجده بسكو ماولفتوش عاثناش نرضع ذوكا نورمال مورا الحداش ونصف ذوكا عاثناش لازم ذوكا كيو يرقود وينوض يصيب بفطور وواجد اهنا سبقت بالفطور قلت يعني مدام عطب نميكسي ونصفي هذي كيا يكون رقود وعاوضنا المهم لبنات كما كم تشوفوا بزاف لي كانوا يساقصوني على الميكسير التاعي عفوا اس يقولينا لا محك تاعو لا محك تاعو كرافت اسكم ليحو لا 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 انا هذا الشي يتوم ليتزوش يعني انا عنده ثلاثة سنين وزيادة شوفوا اه بالنسبة الباتير تاعو بدا يخسر لي في معاه اشوار خسرت اهنا الباتير الحاجة التالية يعني ليها مازلت ويا صحيحة ثانيك بدأ يخسر لي ذوكا راح لهذاك الفيلتاج ما ولاش يشد روح يعني كينو اللي نميكسي به يو اللي يضور لي مانيش عفالي يكمل لي رمضان ولا نشري واحد ولا ما على بليش المهم حابوباتي كما كنتم تشوفوا ميكسيت لؤهذاك الروز اهنا ثانيك رايح هنميكسي لؤهذاك التفاح من بعد رايح هنصفيه لؤهذاك مليح اهنا بعد مرحيته كامل هذك التفاح يعني كما كنتم تشوفوا كي كنتم تنطيب فيه من شفتوش كامل من الماء يعني خليت فيه شوية تعمى هاكا البنات بوتكم مرح نديروه في الطاس هذك اللي يشرب فيه الماء يشربوه كعاسي ولا كمشروب المهم هنا حابيت نعطيكم فكرة يعني تقدروا البنات البي بي كي وصل ست شهر تقدروا الدخل تقدروا دخلوه الشوفان مام الزبيب الخضرة تقدروا ديلوه شوية جلبانه مع الباطاطة يعني تكسروا له هذك الذوق تقدروا مام طيبوه شوية لوبيا مع الباطاطة لوبيا هذك الخضران بينشيغ منشيئ البيضة يعني كل نهار وش الذوقي بالنسبة للمشروب هذا هو كما كنتم تشوفوا درت له هذك المشروب تعتفاح في هذا الطاس اللي بزيف مليح يعني اللي يكون مولدها عاد بادي يأكل ولا بادي يعني بادي ديت له الماكلة كامل ننصحك انك تشري هذا الطاس على الماء ننصحك تشري هذي القرعة تع السيليكون تع الصح ريحة تعاونك مام الليبنات رياجا مام هذك السوسة تعرفك هذو تعصح ينفعوكم المهم حبوباتي كما كنتم تشوفو هنا يا وجد له ماكلته وره نظر الامير التاعي ربي يحفظه وربي يخليه اللي يشوفو هنا الليبنات ويقول لكم منها اللي نبدأ نوكل فيه نوليم الدب زمع يعني سيرتو تعلموا واحدة طبيعاء يا عمار فموا بالماكلة من ينقرب لي تعفو هذه الماكلة يغسل لي بها وجهي المهم كما كنتم تشوفو حبوباتي راني هنا انا وكل فيه هذا القرص اضطلوا معه شوية زيت زيتون بيانتو يغديما لابنات متنساوش الرياجات لولادكم هكا باش ميوصخوش رواحهم المهم كما كنتم تشوفو وكلتو كملت معه رفت كامل هذو كل ما كنتم بيهم ولي هذيك القرعة مع هذا القرص اغسلتهم فما مفوتت هنا يكامل مسحة على هذا الكورسي وهنا بعد ما كملت مع هذو كل ماهن وليت اللاشامب اللاشامب الثاني كان فوت عليها كامل مسحة عندي وقيلة تخواجه ولا كادوغ مفوتت عليها مسحة البارح في الليل كان عندي ويقولكم مشبل تحقش مغسول وما كنتم تطبقته البارح بتقول الله لازم اليوم في الليل نطويه ونضير كل حاجة في بلاستها يعني حواجي حواجي زوج وحواجي البيبي التاعي المهم اطويتهم كامل اخبيتهم ستفت كامل لخزين كتاعي كتاع الزوج تاعي ممتاع وليدي يعني اليوم بقعت لي غير الكوفيرتا انبدلها مم الليدغة ونفوت مسحة كامل على الليتابل دونوي مع الوخزينة بديت بالوخزينة فوت لها كامل مسحة مع الليتابل دونوي وهنا لبنات كما كنتم تشاهدوا ريح هنبدأ انسيق اللاشامب خادقة شوفوا قد كنتم اليوم اللي كان فيهم الغبار يعني كنت كل يوم انسيق معا ولدي ازمعتك نخاف هذا كترى ويدخلوا لا ومام لبنات اليوم اللي كان فيهم الغبارة التاقة ممتش كامل لنفتحها بل كنتم تخواجوخ ممتحتش كامل هذيك تاقة تاعيك العشامب المهم كما تشوفو هنا انا نحب هذو الفيديو بس كنتم تحبوهم تقولوا لي اسيا هذو الروتينات عرغاوي وكامل تاع الصحرام يحفزونا على هذا كنحب نشارككم معاكم كما تشوفو درت رغوة خفيفة في هذيك العشامب حكيت كامل بالبالي وعاوبت هنا جبت كامل بالفخطبغ يعني اجبت املي حكا باش مخليش كامل الممورايا سيرسوكي تكون شونبرا يعني يدخلك الماء تحت الخزانة يدخلك تحت البنك لا يوجد كامل الماء يخرج لك كامل كامل تنشفي كامل هذا الماء يخرج لك من كشف لاسح لهذاك قعدت نشبد ونعاود المهم حبو باتي بعد ما نشفت كامل عشو مختاعي عاودت هذه الكوفيرتا كنت غير كما اغسلتها يعني كنت ليامات اللي كان فيهم الغبار كنت اغسلتها 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 نشفت راني فرجتها ولي كنت اغسلتها راني عاودت خدرتها في الماشين انتينك رح نغسلها كما كم تشوفو محمد انوان راه في بلاستو بالنسبة لي قتلي اسيا ديري الفيديو عاوش بدلتي البنك رح هنشاركك ان شاء الله بربي بالفيديو كامل مفصل وكما كم تشوفو ثانيك فرجت التعبيق وهنا كما راكم توفو حاجة اللي انموت عليها بلانشان فغ تاعي واللي هي الاكوافز شوفوا لبنات كينشوف الاكوافز تاعي هكا معمره بالماكياج ولي باغني وكاملت على الصح تطلع علي انوارا كما كم تشوفو هنا ثانيك فوت عليها كامل بمسحة هاو تسجمت كامل هاتك الماكياج تاعي اللي نسحق ودرته فوق المرايه هذيكه ولا هاتك البلاطو اميغواغ بالنسبة لي ما نسحقوش ديرته في سليل ومخليته في هاتك القجر وشوفو البنات حالتي هنا كيف شراني يعني يعني ما زني عاد بالطابل يلاعو بتاعي مشمخة ووش نحكي لكم المهم حبوبتي غير كملت الميناج تاعي وكاملت هنك فوت تشفيفه للكوزينا هنا نحن نشارككم الكوزينا بعد ما فوت لها مسحها ونقيتها كامل من هذيك الكاليثات على الغبة نقيت كامل الإليمون وممسحة كامل البوتاجي اللي ستها لازم تتغسلها وتغسلتها هنا بالنسبة لبنة الاغذاء التاعي كما كم تشوفو كان عندي عدس جبتون من الكنجيلاتور شوفو البنات نعطيكم فكرة ديم ما كيت طيب وحاولو ديروا قوانتيتي سيرتوا الحريرة لعدس اللوبيا وخبو ديم ما بوخ تمانجي في الكنجيلاتور هاكا يكون عندك ميناج ولم يقضيكش الوقت تجبدي من الكنجيلاتور ومعني كما كم تشوفو كامل اغسلتهم نقول لكم بسحة كامل البوتاجي ما بكوزينا فوت عليها تجفيفة وهنا هذي الطابلية تاعي الماكلة ثانيك بعد ما يكون نغسلها حبيت نشارككم بهذو اللي سي فوق عالمة لبنة تاع الصح يرفضوا عالمة يعني ما يطيروش ويتباعوا اربعة ابعاشر عالف انا دائرة واحدة سبيسيال هنا لطابلية تاعي ودائرة واحدة اخرى ثانيك في الفريجيدا ودرت واحدة في الدوش راني معلقة فيها السربيتة اللي نشوف بها الولدي وهنا البنات ساي تاع الصحي عيد هنا انا ممورها الزوج ونصف تاع الصحي عيد وذو كاسموني نروح نظر اعلى روحي بمسير نروح ننح هذك الفيغني اللي قد دائرته متوضى انصلي ووجبت هذي الععوب كما كنتشفوه في النواق رايحة ننبسها وندير ماكياج خفيف ديما تعفو البنات انا كنكمل الميناش تاعي نظر على روحي تاع الصحي ننبس حاجة شابه ونعود الماكياج يروح لي كامل اهذك التعب وهنا حبوباتي وصلنا الاخر الفيديو انتمنى الفيديو كان نعجبكم ان شاء الله حبوباتي ماكوش تطاق الي عليكم وابلكم ما تنساوا الجامع وكمنت اغلا فيديو الى فيديو اخر سلام اشتركوا في القناة